ونتكلم دلوقتي عن الحاسد والمحسود أو العائن والمعيون العائن ده اللي هو بيبقى حاسد والمعيون اللي اتحسد طريقة الصحيحة لأخذ أثر العائن هو إحنا بناخد أي شيء يحمل يعني نفسه أو يعني عرق يده أو يعني أي شيء فيه منه هو زي ما قلت أنا أقول لها ده بالدارج عشان يفهمونا أكتر أه شرب حاجة عندك هي كانت دفع عندي في البيت ومسكة الكباية شربت ميا أخد اللي باقي ده الباقي من الميا أحطه في ميا وكترها شوية عشان أنا أتوضى بيها بس بس لو سمحته يعني كنا لسه إحنا ولسه ياسمين بنتكلم بلاش موضوع أنه نشرب الميا النبي ما عملش كده النبي ما قالش للصحابي اشرب من المياه دي بأنت بتضره مش بتنفعه كده بلاش تزوده في الدين يعني بلاش نزود على رأينا إحنا وعلى اختراعاتنا في حاجات ثوابت هو النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده بس هو ادى له المياه دي يتوضى بيها وخف الحمد لله نحن نعمل كده بنية اليقين طبعا في رب العالمين سبحانه وتعالى نتشف هتاخد المياه دي معه طبعا زي ما قلت لحضرتك مش هتتعبوا في حاجة في لاش عليها سورة البقرة انت وانت قاعد اقرأ سورة البقرة ما شاء الله عندنا قنوات القرآن الكريم دلوقتي يعني بيختموا القرآن مرتين ثلاثة في اليوم يعني أنا ممكن افتح سورة البقرة كذا مرة واسمعها بأكتر من صوت ما شاء الله خليك على الحاجات دي وزي ما قلنا الإنسان بقى اللي بيحس ان هو بيحسد أرجوك يعني اللي بدون قصد يخلي على لسانه دايما من شاء الله ويحاول ما يركز يعني حاجة عجبتك حاول انت من نفسك اصرف نظرك عنه اللي بقى بيبقاصة ده أرجوك اشغل نفسك اعمل لنفسك رسالة في هذه الحياة ده العمر قصير أول له يعني اسألوا الناس اللي دلوقتي في الستين وسبعين هيقول لك عدى كده هوا هيقول لك يا ريتني كنت عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا بلاش نشغل بعض ببعض أنا عايزة أقول لحضرتك احنا وصلنا دلوقتي الزوجة بتحسد زوجة والزوج بيحسد زوجته ده دي كرسة ليه عرشان احنا مش حاجة واحدة بنحب البعض الخير المفروض ان احنا عايشين في بيت واحد يا جماعة يعني الزوج نفسه يشوف زوجته دي سعيدة وهي نفسها تشوف زوجها ده سعيد طالما في شيء لا يغضب الله سبحانه وتعالى ايه المشكلة يعني ترجمة نانسي قنقر